قبل انتهاء مهلة الأسبوع التي منحها الإطار التنسقي للقوى السنية لاختيار مرشح لرئاسة البرلمان بيوم واحد جاءت كتلة الصدارة برئاسة وزير الدفاع السابق خارد العبيدي لتباغت الجميع وتعلن انضمامها لحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي في قرار من شأنه الدفع باليد التي ستمسك مطرقة الرئاسة وانسحاب طرال الزوبع من سباق التنافس ليبقى المشهدان مرشحا منفردا بمواجهة سالم العيساوي المرشح الوحيد من قبل تحالف السيادة والعزم والحسم الوطني ويتختيار كبير السن المشهدان إيمانا من كتلة الصدارة بتحقيق العدالة النابعة من تثبيت الحقوق المرتبطة بحقية التمثيل النيابي السني وانطلاقا من ثقتها بأن حزب تقدم يمتلك الأغلبية المرلمانية الممثلة للمحافظات السنية فضلا عن ضمان كتلة الصدارة حفاظها على هويتها السياسية وكيانها القانوني بهذا الانضمام الجديد مع تقدم الأمر الذي من شأنه سيكفل توحيد الجهود وتمكين الاتفاقات لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي للشروع بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهم أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي بالمقابل يرى مراقبون إن الكرة باتت الآن في ملعب قوى الإطار التنسقي في ترجيح كفة المرشح السني القادم لرئاسة البرلمان خاصة مع صعوبة حسم اختيار البديل في أول جلسة من المقرر أن تعقذ السبت المقبل في ظل وجود أطراف داخل الإطار تتناغم مع قوى سنية لإبعاد وإقصاء الحلبوس وحزبه من المشهد السياسي بأي طريقة من الطرق كونه منافس وخصم صعب وبهذا التوافق بين حزب تقدم والصدارة بدأت ملامح التحالف الجديد ترسم طريقها المستقبلي للعمل البرلماني المقبل لما سيكون له ثقل كبير بين الأوساط السياسية وستفتح له أبواب عديدة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بإعادة النازحين والمغيبين وتأهيل مناطقهم المتضررة من حرب تنظيم داعش الإرهابي فضلاً عن جمعيشتات البيت السياسي السني تحت راية الحلبوسي ترجمة نانسي قنقر